اشتركوا في القناة الامارات تدعم كهرباء الساحل بدفعة ذالية من المشتقات النفطية المئات من ابناء شبوى يشجعون جثمان الشهيد القميشي في مشهد مهيب الهلال الاحمر الاماراتي ينفذ حمد الرشي الضبابي لمكافحة البعوض الناقل للحميات بابيادها كانت هذه ابرز العروين واليكم تفاصيلها اهلا بكم رست على رصيف ميناء المكلة الباخرة النفطية قلبوت التي تحمل على متنها سبعة الاف طن متري من مادة الديزل مقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة دفعة ثانية لدعم قطاع الكهرباء بساحل حضر موت وخلال استقبال الباخرة اشهد وكيل محافظة حضر موت للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي بالدعم الاماراتي المتواصل لكهرباء الساحل للتخفيف عن كاهل المواطنين وخاصة ما يمس حياتهم اليومية مثل الكهرباء التي تعاني تدهورا وانقطاعات مستمرة بسبب نقص في المشتقات النفطية لافتا الى انه خلال يومين القادمين ستصل باخرة اخرى تحمل كميات من وقود المزود مقدما من الاشقاء في دولة الامارات بدوره بينا مدير عام شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضر موت الدكتور خالل عكبري ان هذه الشحنة المقدمة من الامارات ستسهم في استقرار التيار الكهربائي من خلال تموين محطات الكهرباء بمالة الديزل كما سيكون هناك توفير في مالة الديزل لشركة النفط للسوق المحلي من خلال استفادة من الكميات المتوفرة في الخزانات الخاصة بالشركة تم السلام اليوم في صباح هذا اليوم في محطة حضر موت في ميناء المكلة دفعة ثانية مقدمة من الاخوان والاشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة لدعم قطاع الكهرباء لتشغيل الكهرباء كمية 7000 طن من مادة الديزل وهذا امتداد لدعم الشخي والمنحة المكرمة المقدمة من دولة الامارات المحافظة حضر موت والقطاع الكهرباء باسم السلطة المحلية نقدم جزيل الشكر والامتنان إلى دولة الامارات العربية المتحدة وكذلك القيادة الحكيمة في دولة الامارات وكذلك القائمين على هلال الأحمر والاماراتي باسم حضر موت قدم جزيل الشكر والامتنان نحن اليوم نستقبل الشحنة الثانية من مادة الديزل والمقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة دعم لكهرباء محافظة حضر موت هذه الشحنة والتي تحمل حوالي 7000 طن من مادة الديزل والتي ستسهم أولا في استقرار التيار الكهربائي من خلال تمويل محطات الكهرباء بمادة الديزل كذلك أيضا نحن في شركة النفط عندما يكون هناك انتظام في وقود مؤسسة الكهرباء يكون أيضا عندنا هناك توفير بمادة الديزل في السوق المحلي من خلال الاستفادة من القميات المتوفرة في خزانات الشركة لتغطية احتياجات السوق المحلي من مادة الديزل أيضا هذا سيساهم كثيرا في تعزيز إرادات شركة النفط خلال توفير مبالغ التي كنا ننفقها على شراء مادة الديزل للموسة العامة الكهرباء نحن في هذه المناسبة نشكر الأخوة لشركاء رئاسة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة على هذه المنحة التي جاءت في الوقت المناسب والتي تدعم بشكل كبير محافظة حضرموت لتعزيز البنية التحتية في الموسة العامة الكهرباء تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون مستوى الإنجاز في عدد من المشروعات التربوية والتعليمية بمدرية مدينة المكلة وشملت الجولة التفقدية للطلاع على سير العمل في سبع مدارس للتعليم الأساسي والثانوي التي تأتي ضمن خطط المشاريع المولة من السلطة المحلية بالمحافظة والتي سيتم إدخالها للخدمة التعليمية خلال هذا العام الدراسي وأشعر الوكيل عبدون إلى أن هذه المشروعات تمثلت في بناء مدرسة جديدة وإعادة تأهيل وتحسين البيئة المدرسية وتوفير معامل المختبر والحوسبة وأقاعات للأنشطة والمكتبات المدرسية والأثاث بالمدارس والثانويات مشجدا على ضرورة الالتزام بالمواصفات والمقاييس الفنية وإنجازها في وقتها المحدد كما اطلع الوكيل عبدون خلال الجولة على أسير الدراسة والتقى بالإدارات المدرسية في عدد من المدارس مؤكدا في الوقت ذاته على الاهتمام بالجوانب الفنية وتفعيل النشاطات اللاصفية للطلاب والتلاميذ وتحفيزهم على الاجتهاد والمذاكرة لتحقيق نتائج مشرفة في التحصيل العلمي أكد المدير العام لإدارة العامة للأمن والشرطة بساحة لحضر موت العميد منير كرامة التميمي أن إقامة المنافسات الرياضية تضيف أجواء من الحب والراحة وكذا لم شمل الشباب واستغلال طاقاتهم وأوقات فراغهم جاء ذلك خلال المباراة النهائية لدور الوفاء الخيري بمدينة الشحر تنظمه مجلس الفرق الرياضية بالشحر وإشراف نادي سمعون وتمكن فريق التعاون من الفوز بركالات الترجيح على نظيره السلام في ختام الدوري وقدمت إدارة دوري الوفاء للمدير العام للأمن والشرطة بالساحل درع الشكر والتقدير وتم تكريم فريق التعاون بكأس البطولة بينما تم تكريم السلام بكأس الوصفة أقام فريق رفقاء التطوع التابع لمؤسسة الأمل التنمية عيادة تخصصية مجانية لذوي الأمراض النفسية بمركز بروم لطب الأسرة واستفاد من العيادة النفسية التي يشرف عليها أخصائي الأمراض النفسي الدكتور أحمد الحبشي 33 حالة مرضية من مناطق بروم وجول الرياض وحصيحصة والتحس وتم صرف العلاجات الحالات المستفيدة من جانبهم عبر أهل المرضى عن شكرهم وتقديرهم لاستهدافهم هذه الشريحة من المرضى وتخفيف العبء عليهم وعلى دويهم ومن شبوى شجع المئات من سكان مدينة حبان في شبوى جثمان الشهيد سعيد القميشي في مشهد مهيب الذي استشهد برصاص ميليشيات الإصلاح في المظاهرة السلمية للمطالبة بعودة النخبة الشبوانية حيث رفعت أعلام دولة الجنوب خلال تشجيع الجنازة وردد عبارات رثاء للشهيد بحطور قيادات في المقاومة الجنوبية والنخبة الشبوانية وشخصيات اجتماعية وخيمت حالة من الحزن والاستياء الشديد على الأهالي لحظة تشجيع الجثمان للمثواه الأخيرة مرددين هتافات رافضة لتواجر القوات الشمالية في محافظتهم ومطالبين بسرعة توحيد الصف لإترض هذه الميليشيا الغازية وجدد العهد للشهيد بالسير على دربه حتى النصر وفي سقطرة أعلن مدير إدارة الأمن والشرطة بسقطرة العميد علي أحمد الرجدهي حالة الطوارئ بالجزيرة ورفع الجاهزية الاستعدادية تحسب لأي طارئ وأكدت مصادر محلية أن العميد الرجدهي دعا كافة القوات الأمنية من الضباط والأفراد والمستجدين بالتوجه إلى إدارة مركز الأمن الشامل وشدد على ضرور ترفع الجاهزية الاستعدادية تحسب لأي طارئ ويأتي هذا الإعلان عقب قرار رئيس الجمهورية بتعيين الضابط المنظوي في حزب الإصلاح اليمني الملازم أول فائز سالم موسى مديرا لأمن أرخبيل سقطرة وأعلنت قيادة الوحدات الأمنية في سقطرة عن رفضها التام للقرارات الجمهورية بتعيين مدير أمن من جماعة الإخوان للمحافظة وفي ذات السياق أعلنت عدد من قيادات الأمنية في محافظة أرخبيل سقطرة انضمامها إلى المجلس الانتقالي الجنوبي ورفع أعلام الجنوب في مقر إدارة الأمن ووجه العميد الرجدهي جميع أفراد الأمن بالتوجه إلى مواقع عملهم بما فيهم أصحاب الإجازات من أفراد وضباط القيادة العامة للشرطة وأما في أبيان فقد نفذ مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة أبيان حملة الرشي الضبابي لمكافحة البعوض الناقل للملاريا وحم الضنك ضمن حملة الاستجابة العاجلة تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافظات المحررة بإشراف الهلال الأحمر الإماراتي واستهدفت الحملة استمرت لبدة خمسة أيام مدير يتيز جبار وخنفر وأشاد مدير مكتب الصحة بمحافظة أبيان الدكتور جمال أمديب بالجهود التي يبدلها الهلال الأحمر الإماراتي من خلال إقامة حملتي النظافة والرشي الضبابي مشير إلى أن حملة الرشي الضبابي تهدف لمكافحة البعوض الناقل للحميات وتقوم فرق الرشي باستهداف أماكن تجمع النفايات والمستنقعات المائية وعبر قيادي بالمجلس الانتقالي بمحافظة أبيان عن شكر أبناء المحافظة لدولة الإمارات العربية المتحدة ودراعها الإنساني الهلال الأحمر الإماراتي على كل جهود يقدمونها لمحافظة أبيان في مختلف المجالات هذا ويذكر أن الهلال الأحمر الإماراتي نفذ حملة استجابة عاجلة شميلة النظافة والعودة إلى المدرسة وتوزيع السلال الغذائية والرشي الضبابي ونختم أخبارنا بخبر من لحج حيث سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة مساعدات غذائية إلى منطقة وادي در بمدرية طور الباحة بمحافظة لحجة ويأتي هذا الدعم ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافظة المحررة بإشراف الهلال الأحمر الإماراتي وتستهرف المناطق المتضررة من الأمطار وثمن الأهالي مساعي وجهود دراع الإمارات الإنساني حيث الهلال الأحمر الإماراتي في كافة تدخلات الخدمية والإنسانية لأهالي محافظة لحجة وكان الهلال الأحمر الإماراتي قد أطلق حملة استجابة عاجلة في محافظة لحجة وغيرها من محافظات تشمل توزيع مساعدات غذائية وإيوائية بهذا الخبر نكون وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم وهذا تذكر بأبرز ما جاء فيها الإبارات تدعم كهرباء الساحل بدفعة ثانية من المشتقات النفطية المئات من أبناء شبوى يشجعون جثمان الشهيد القميشي في مشهل مهيطة الهلال الأحمر الإماراتي ينفذ حملة الرشي الضبابي لمكافحة البعوض الناقل للحميات بأبياننا في توم نشر مشهي الكرام دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة